السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسمتنا اليوم عن الزخارف النباتية خاصة الزخارف النباتية الإسلامية بنبدأ الأول لتعرف على أشكال الزخارف النباتية من خلال كتاب الخطوط العربية للاستاذ محمد عبد القادر هنا نلاحظ أن الفنان استخدم الزخارف النباتية في تزيين الخط الكوفي نحن لدينا نوعين من نوع الزخارف زخارف نباتية وزخارف حندسية هذه الزخارف النباتية بالشكل هذا كيف يصل الفنان بالنبات أن يكون بالشكل هذا كزخارف هنأخذ بس على سبيل المثال شكل ورقة الشجر كشيء بسيط إن هو وصل شكل ورقة الشجر لزخارف الأول شكل ورقة الشجر فيها خط في الوسط وخطوط من على الأطراف بالشكل ده وفي الوسط في زي عروق بالشكل ده وكمان فيها تاني فيها خطوط صغيرة كده عروق بسيطة كمان هذه ورقة الشجر في الطبيعة بيكون غالبا شكلها زي ما هموضح كده طيب نحور الكلام ده نوصله الجزء أبسط إن إحنا نتجرده من التفاصيل هنروح عملين نفس الخط اللي احنا عملنا من شوية ده اللي هو الخط اللي هنا والخط الخارجي نخليه خط سادة بدون تفاصيل كمان يحور الشكل ده ويجرده مرة أخرى إن هو يوصل للشكل اللي بيكون في الزخرفة النباتية اللي هو الشكل ده طيب إزاي الفنان يستطيع إن هو يكرر الشكل ده طبعا من خلال طباعة الشكل اللي هو الشف والطبعة طيب إزاي نوصل للكلام ده وزاي نعمله عندنا أكتر من طريقة إما إنك تستخدم ورق شفاف اللي هو بيكون فيه كراسة الرسم العادية دي فيها ورق شفاف أو الورق الأبيض أو الكربون إحنا نستخدم الورق اللي هو متوفر لدى الجميع ورق الكراسة العادية ده هنرسم الشكل ده بالحجم اللي إحنا محتاجينه يعني أنا محتاج منها إن أنا أرسم نفس الشكل يكون صغير مثلا بالشكل ده ليس محتاج إن أنا أرسمه كبير طيب هو هنا أحاول أوضح شوية الرسم أوضحها شوية أوضحها شوية تمام وإن إحنا نعمل زي الكربون أنا ورقة أأخذ فيها مساحة أظل عليها بالقلم الرصاص طيب أنا لو عملت كده مش هيثبت معايا لازم تكون مظللة بالكامل بالشكل ده هنا زي الكربون تمام طيب أبتدي أحط الرسمة على الحتة اللي هي الجزء المظلل ده أتأكد إنها كاملة الرسمة على الجزء المظلل ألسق القلم وأمشي على الرسمة مرة أخرى حاول إن انت ما تطلع برا القط هنا مليون في المية إن الرسمة دي طبعت في الجانب الأخر وضحت في الجانب الأخر نبتدي إن إحنا نحددها مرة أخرى همشي عليها تاني بالقلم الرصاص حاول النكل ما تطلع برا القط اللي انت رسمته لإن إذا طلعت برا القط اللي انت رسمته هيتغير الأبعاد بتاعة الرسمة همشي عليها مرة مرة واثنين وثلاثة لحد ما أوضح الخطوط بحيث إن أنا لما أطبع تطبع معايا بسهولة مرة واثنين وهذه تالت مرة هي كده طب النحية التانية اللي إحنا طبعناها من هنا إحنا مشينا عليها مرة نمشي عليها مرتين كمان هذي مرة تانية مرة تالتة وبكده إحنا جاهز الورقة إلى الطبع طيب قبل ما أبدأ أطبع إن أنا المفروض إن أنا أصغر الورقة دي عشان تسهل علي ما تصعب علي في الشغل أقص منها جزء خلينا جزء كبير كمان من جزء صغير إحنا عمزين الرسمة بس هي اللي معنا نحاول بقدر الإمكان إن الرسمة هي اللي تكون معاك بالشكل ده مثلا بفضل إن أنت تستخدم مقص تقص به الرسمة يكون أفضل لإن من الطريقة دي ممكن تخرب عليك الورقة تخترب من إيدك طيب هنا الرسمة اللي إحنا عايزين نكررها هنعمل خط يعني إن إحنا نعمل زي مثال بس خط واحد كده نمشي عليه طيب هنا الخطوط اللي هي بتاعت الورقة نفسها هذه الخطوط اللي هنا اللي معاي بتاعت الورقة أحاول إن أنا أخد خطين عشان أمشي عليهم يعني أنا هنا نفس الخطوط دي أخد علامة من هنا وعلامة من هنا لازمة العلامتين إن أمشي على نفس الخط يعني هنا طبعت بالشكل ده ما أروحش في الناحية التانية كده وأروح ما أخليها بالشكل ده العلامة تكون من هنا ومن هنا غاس ما نفسها تقول لها فلا لازم برضو يكونوا على نفس الخط طيب هنا هنطبع دي أثبت الورقة كويس جدا تمام وأمشي على الخطوط بالشكل ده بعد ما أثبت بص عليها تلاقيها طبعت 100% طبعت طيب إذا أنت عايز ترسمها تكرار بالشكل ده أوكي أنا ما عندي مشكلة إن أنا لو قلت أنا هتسمها كده وهتبع بالشكل ده ماشي أو إن أنت هتغير في الشكل وتخليها بالشكل ده هنا العلامتين اللي أنا طبعهم من الجهة التانية على نفس الخطوط اللي أنا أعملها من هنا تمام هبتدي أقترب من الرسمة الأولى اللي أنا أعملها هنا خلينا نوضحها الأول عشان بس تبان في الشاشة هي طبعت ولكنها خفيفة هوضحها كمان في الرسمة التانية هنا أخلي مثلا مثلا يعني طرف الورقة على حفة الرسمة من هنا طرف الورقة دي اللي عندي دي اللي أنا جايبها دي من هنا على حفة الرسمة دي مثلا لإني لما أكرر نحتاج إن أنا أكرر نفس العملية في نفس المكان طيب هامشي تاني على الخطوط من هنا نشوفها طبعت ولا لا طبعت هين إذا مش واضحة في الكاميرا نقترب منها كمان من هنا من الشاشة تشوف واضحة إنها طبعت تمام نمشي عليها بالخطوط بالقلم مرة أخرى إذا واضحة معنا طيب نبتدي نكرر العملية نخلي الشكل مرة العكس مرة التانية وأثبت الورقة كويس أتأكد من الخطوط اللي أنا عاملها هنا العلامتين اللي أنا عاملهم أتأكد منهم كويس نظبطين تمام أأكد على إني أثبت الورقة بدون ما تتحرك تمام أمشي على الخطوط أضغط عليها بتطبع الجهة التانية بالشكل ده هنا كررنا بالشكل ده نبتدي نجلب الورقة الجنب التاني نتذكر إن إحنا هنا خلينا حرف الورقة على الرسمة نروح هنا نخلي حرف الورقة على الرسمة والخطوط اللي على متين أخليهم زي ما هم مزبطين وابتدي أطبع المرة المرة الأخيرة هنا أنا مش ناوي أكرر إنت لو كررت بتكرر معك إذا ما لنهاية تمام هنا عملنا أربع أشكال تمام ومثلا ناخد في نهايتهم خط بالشكل ده إذا كررنا مش مشكلة عادي هنا نجيب الألوان خلينا نستخدم مثلا للون الأخضر ونستخدم لون تاني زي اللون الأحمر نلون أقول هلون الورقة مثلا بالشكل ده طبعا أنت حر في اختيارك للألوان والتظليلك وتلوينك رسمة جدا سهلة وبسيطة وما تحتاج أي مجهود بس فقط تحتاج إلى أنك تنمي مهارتك في استخدام القلم فقط طبعا هنا اللون الأخر ومثلا اللون الثاني اللي هو نغفل به اللي هو اللون الأحمر ده مثلا بالشكل ده حين تصلح معنا الرسمة إنها تكون برواز إطار لرسمة إطار لرسمة إطار لرسمة إطار لرسمة إطار لرسمة نجيب اللون اللي هو الأسود ونمشي على الزخرفة نأكد عليها الزخرفة إنها توضح كده إحنا انتهينا من الرسم تقدر إن أنت تضيف أي حاجة تضيفها مثلا لو هضيف رسمة هنا أنت كان ممكن أن أنت تضيفها هنا مثلا هنا في الورقة دي الرسمة نفسها تضيفها مثلا بالشكل ده لو كررتها هتطلع عندك شكلها بالشكل ده في كل الورقة وهكذا أنت تطبع تكمل معاك أي زخرفة تقدر تزخرفها أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر